السلام عليكم صف الخامس واليوم ان شاء الله اخر محاضرة بيونيت 2 بالملخص السوينا البي دي اف الموجود على رابط قناة التليجرام درسنا اليوم يحتوي على القطعة المطلوبة للامتحان والانشاء المطلوب للامتحان تعرفون انتو كل زيان انا بالبي دي اف الملخص اللي بيتكم هسه اللي نزلت على القناة ما نزلت صور القطع بالكتاب لانه بعد يعني يثخن اكثر واني اريد اخليه باقل اوراق ممكنة وخليتها بطريقة يعني كل شي بي كل شي بي كل شي مطلوب تحريري بي بس القطع رح نرجع على الكتب فهنا خيصورة كتابكم كتاب النشاط صفحة اش قد صفحة 48 هاي القطعة الموبايل فونز مطلوبة للامتحان التحريري تجعلها اسئلة واجوبة وبعدين يقولك اكتب لي انشاء على الموبايل فونز يعني هم الانشاء يونيت 2 الانشاء اللي عليه هو الموبايل فونز ترى والقطع قطعتين وحدة مالات الانترنت شرحناها بالدرس السابق القبل السابق ووحدة هذي موبايل فونز كتبكم بيدكم على صفحة 48 وقلامكم ابديوا يا ايا the first mobile phone اول موبايل was used by the swedish police swedish police يعني الشرطة السويدية سنت 46 حال it was not anything like today's mobile ما يشبه الموبايل ما اليوم it was only كان هو مجرد موبايل because it was not plugged بس لي اما مشكل بالكهرباء ماكو وير مسميه موبايل it was not plugged in plugged in يعني مثبت بكهرباء بكذا اي اتصال it didn't even have its own battery حتى باتري خاص بيه بالجهاز ماكو شا استخدموا باتري السيارة it used the car battery استخدموا بطاريات السيارة after six calls وراست مكالمات يهبط الباتري the car battery was flat car was flat يعني فرغة الشحنة مع البطارية فراغ طبعا الفراغ الاول نحط بيدي so it was not a very useful thing ما كان شي مفيد and only ون كلش مفيد and only the Swedish police هدت وبس عد الشرطة كان كمل the first public mobile phone network اول شي بكه مع الموبايلات called سموها ARP اللي واختصار طبعا بالسويدية هنانا auto radio phone اللي هي car radio phone in english car radio phone was made in Finland فنلندا كانت سنت الالف سمية وثمانية وسبعين the equipment المعدات was very heavy معداته واجزاء لهذا الجهاز الموبايل على الاساس ثقيلة زين شوفوا هنا it took up a lot of space وتاخذ حيز كبير in the boot of a car and it was very expensive وغالية وثقيلة ومكلفة يعني شي أبد معاملي ثلاثة اللي هي البداية طبعا ايه today mobile phones أما الموبايلات اليوم are small صغيرة light خفيفة and easy to use وسهلة الاستخدام كم there are more than one and half billion واحد ونصف بليان طبعا هستو العدد زاد mobile phones in use يستخدم in the world بالعالم طبعا اكيد العدد أكبر that means that about حوالي 25% حوالي 25% من الworld's population نسبة السكان بالعالم has mobile phone has a mobile phone طبعا هاي الأعداد كلش قديمة one reason سبب the use of mobiles is rising so sharply ليش يتشي ارتفع الاستخدام بحدة يعني بسرعة شديدة الناس صارت كل إحدى مبايلات is that they are becoming popular in China India and Russia إذن أصبحت شائعة وموجودة ومتوفرة صين والهند وروسيا these three countries هاي لتل الدول have very big population نسبة سكان كبيرة in China there are now حوالي 310 مليون as yet users مستخدمين about 25% من the total population هس أقول كل واحد أصلا عنده جهازين India has a good 4405 يعني 44.5 مليون users وروسيا بيها 60 مليون users أربعة فراغ أربعة هو F شي يقول without a doubt بلا شك موبايل فونس can be very useful and can even save lives مفيدة وممكن تنقذ حياة الناس أيضا شلون after the earthquake بعد الزلزال and tsunami tsunami هذا مني بحري يجو تصير في أظانات in December 2004 hundreds of people مئات الناس were found وجدوا and rescued وينقذوا in Sri Lanka في سري Lanka اللي صار بيها التسونامي because of their mobile phones because of their mobiles هذا السؤال رح تنسأله ليش الموبايلات تفيد to save life تنقذ حياة الناس لأنه بتسونامي hundreds of people were found and rescued شلون found شوان قدروا ينقذوهم بتسونامي أو بالأيرثيكويك طبعا because of their mobiles rescue يعني ينقذ ترى rescue workers أنه هم عمال الإنقاذ were able to trace trace يعني يتبع them even when the people did not know where they were حتى الإنسام ما يعرف هو وين من موبايل لا يوصلوا له families could get in could get in touch العوائل استطاعت أن تتواصل get in touch يتواصل with loved ones مع أحبائها using mobile phones طبعا هم رح ننسئل عنه حتى لما الهواتف الأرضية توقفت when landlines were no longer working لما كانت landlines الخطوط الأرضية لا تعمل عندك خمسة وستة خمسة موبايل موبايل فون موبايل موبايل يعني أيضا ممكن الموبايل بالإضافة لها الفوائد ممكن تسبب بروبلا خمسة من الموبايل من الموبايل ممكن مزعج لما أحد موبايل يدق إن أفلم وهو قاعد بالسينما a concert أو حفلة سمفونية أو even an exam أو حتى بالامتحان أو بالمحاضرات because the owner المالك has forgotten to turn it off صاحب التليفون نسى turn it off forgotten تصريف الثالث للفعل forget forgot forgotten نسى turn it off نسى يطفيف يكون موقف محرج but there are much more serious problems هيا ما تعتبر مشكلة بالنسبة لغير مشاكل خاصة لدي سوق وملتهي لازم التليفون ويسوينا مصيبة شلون ست الأدف car accident كثير من حوادث حوادث car accident السيارات have been caused by drivers talking on their موبايل تصير بسبب إنه سايق قاعد يحشي بالتليفون ولا يمه ويطب بالكبالة ويكتله in most countries في أكثر الدول it is now illegal ممنوع to use a mobile while driving a car ما يصير تستخدم موبايل أثناء القيادة unless ما لم it is hands free يعني مثبت bluetooth تحشي بحيث ما لازم تليفون بيدك that means that you don't hold the mobile in your hand يعني ما تلزم التليفون بيدك تحشي بي okay but many people think كثير من الناس تعتقد that even hands free mobile حتى إذا free hands free يعني ما لازمة بيدك للموبايل phone are أيضا dangerous in cars بالسيارات خطر يشتت انتباه للسائق they say يقولون that drivers don't think about the road and the traffic if they are talking on a mobile يقولون إنه السائق ما رح ينتبه على الطريق إذا هو دايستخدم التليفون وداي يلغي they say it is different from talking to another person in a car يعني يختلف عما تحتي ويا شخص آخر بالسيارة another person in the car can see the traffic الشخص وياك قاعد ممكن يباوع الطريق وياك problems مشاكل الطريق and will stop talking ويسكت when the driver is in a difficulty يعني من موقف صعوبي رح يسكت اللي داي يلغي وياه بالسيارة but someone on the phone can't see the driver's situation بس اللي داي يحتيوها بالتليفون ما يشوف موقفه فيقدر شوك يسكت أو لا love them or hey them حبهم اكره الموبايل موجودة to stay وباقية تبقى وتتمدد وبصراحة نحن مكيفين عليه اي رقم 6 نحط اللي واش حاطينا هاي الش الانقلوب and every year there are more things you can do with a mobile phone وكل سنة حتتجدد حتتكتشف اشياء جديدة ممكن تسويها بالموبايل انت شو تسوي بالموبايل تخابر تتصل بالناس تشوف الفيديو تقرأ بالانترنت منبه تسمع اغاني تسمع قرآن تشوف اخبار مواعيد صلاة كل حياتنا كل حياتنا الموبايل اذن هنا ديقول you can use them to make videos صور فيديو take photos تقصوار connect to the internet and send emails download music تحمل موسيقى اغاني and even watch tv تشاهد التلفزيون they are completely different from the swedish طبعا كي تختلف عن الموبايل السويدي ما للشرطة police موبايل سنت ال46 بس يبقى انو الموبايل اختري عشوكت the first mobile phone was used يستخدمه سنت ال46 من قبل الشرطة السويدية طلنا بي هسا ريد نشوف الاسئلة المطلوبة انا رح اعوف هذي الجهة وارجع على الملخص الجميل مالتنا ورما افتهمنا القطعة ريد نخلص ينتوع عدن ارتاح mobile phones الموبايلات مهم جدا للامتحان التحريري where was the first mobile phone used and when اين استخدم اول mobile ومتى متى سنت ال46 the first mobile phone was used in Sweden بالسويد سنت ال46 سويد ستة وربعين سويد ستة وربعين شوكت استخدمه وين سويد ستة وربعين اول mobile why was not it very useful ليش ما كان كلش مفيد it was not very useful مو مفيد كلش because it used the car battery كان يستخدم بطارية مع سيارة and after six goals the battery was flat ويهبط الباطري ورسة مكالمات which country has the most mobiles china india loreja يهو بهم اكثر واحدة عدها موبايلات طبعا الصين طبعا بكل شي اكثر شي الصين china has the most mobile phones اكثر عدد موبايلات بالصين and which of these three countries has the fewest mobile phones اقلهم منو الهند اقلهم india has the fewest mobile phones بين الثلاثة ذولة مو بين العالم why were mobiles especially useful after that tsunami ليش كانت مفيدة ورا تسونامي ورا الاعصار الصار give two reasons اريد بس سببين انا انا كاتبت لك كل الاسباب اريد بس سببين هو mobile were especially useful after that tsunami because rescue workers rescue rescue workers بس لحظة واحدة لحظة و rescue اي بس اثبت الصبور اذن because rescue workers عمال الانقاذ were able to trace يلاحقون people يتبعون يعني people who had mobile phone الناس اللي عيدها موبايلات تبعوهم عمال الانقاذ and because people were able to get because of mobile phones people were able to get in touch get in touch with their loved ones even after land lines ورام الخطوط الارضية stopped working هاي كافي اذن اذن هو هذا الجواب ما يختصر يعني ما كاتبة كل شي صدق اذن اول شي الموبايل were especially useful after that tsunami because ليش صار مفيد كل شور السونا سببين لأن الراس وركر عمال الانقاذ were able to trace قدروا يستطيعون يتبعون ال people who had mobile phones and ثانيا because people were able to get in touch with their loved يقدرون يتواصلون ويا الحبايب حتى ورا ما توقفت الخطوط الارضية تواصل ويا الحبايب يقوم 6 why is it dangerous to use even a hands free mobile when driving يقول ليش خطر انه من تسوق حتى لو mobile يعني wireless يعني bluetooth تحتي خطر يقول لأن even hands free mobile dangerous because لأن they prevent the drivers from concentrating on driving cars يعني شنو on driving the car يعني الموبايل واللغوة بالmobile dangerous because they prevent تمنع لدرايفر تمنع السواق from concentrate يركز from concentrating on driving the car من يرك عن التركيز من خلال انه يسوق السيارة هو قد يسوق السيارة while they are driving the car مثلا اكتب انشاء عن mobile phone mobile phones طبعا فكرة مقترحة وانت بكيفك تريد تكتب هذا مثله أقل منه أزيد منه بليه اجبك بس والانشاء المطلوب بيونيت تكتب العنوان لفوق واذا ناسي يحطو لك ناقص واحد تترك مسافة كلمة هنا بالطباعة من بين لازم بالانشاء تترك مسافة كلمة بشون هاي تسوي المقطع تسوي الانشاء ثلاث مقاطع أقل شي ثلاث مقاطع أفضل من الأربعة واثني ما يصير ثلاث مقاطع صارت حياتنا أسهل بالموبايلات طبعا لا تكتب الترجمة يوم بالامتحان نبقى باتصال مع حباؤنا نحصل على المعلومات المهمة وين ما نكون هم شي شاسمة بالإضافة لأنه بس نخابر ونلغي بالتليفون فارز موبايل فانز تسمح نحن رسائل نصية ايميل سير في انترنت بعد واج فيديو بعد لسين تو ميوزيك ايدي عجبك اكتب نقطة خلص خلصتها المقدمة المقطع الثاني يكون اطول من المقدمة وهي الخاتمة لازم الانشاء ترتبوا بها الطريقة بداية كل جملة حرف كبير there is no doubt بلا شك mobile phones can be very useful مفيدة and can even save lives تنقذ حياة الناس especially خاصة after that tsunami hundreds of people كثير من الناس مئة الناس where found وجدوا لقوهم and rescued أنقذوهم because of their mobiles people could get in touch ناس تقدر تتواصل with each other من خلال الموبايل mobile phones can cause problems يعني لا تكيف مو كل أشياء إيجابية انتبه ترى الموبايل phones أيضا can cause problems ممكن نسبب مشاكل as well of course بالتأكيد it can be very annoying مزعج when someone's mobile phone rings يدق التليفون بالفيلم بالسينما أو بالحفلة السيمفونية بالكون سيرت أو even an example المتحان but there are much more serious problems مشاكل أكبر such as a lot of car accidents حوادث سيارات that have been caused by drivers talking on their phone سبب السواق اللي يحشون بالتليفون نقطة finally do you تكتب finally قل نكتب أنا رح أنزلك ياها بالملف finally حلوة من تجي خاتمة هنا قبل love them ما تكفي finally لفارزة وأخيرا وكم ناحط لفاينل بس ترك مسافة كلمة finally love them or hate them mobile phones are here الموبايل عطباقية تستي وتبقى متروح and every year there are more things أشياء بعد أكثر you can do with a mobile phone you can use them to make videos صور video عند أصور بكاميرا مو بفيديو هسا بس مصور أكام بفيديو take photos تاخذ صور connect to the internet and even watch TV مبروك شنو خلصنا unit 2 بأربع محاضرات يعني نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم مع unit 3 إذن نلتقي إن شاء الله بالدرس القادم تعبنا اليوم كلش لا تنسون رابط قناة التليجرام أسفل الفيديو اللي بيها الملف البيدي اف اللي دا نقرأ باي باي